الزمالك بكرة لو سوار الغيني وصل وأنا أتصور أنه مش هيوصل وأتصور أنه هيبقى منسحين من المباراة بس لو لعب هذه المواجهة فهيخش المواجهة دي بقائمة تضم الأسماء التالية من اللاعبين في حرصة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاز علاء الدين وفي خط الدفاع سيد عبدالله نمار وحسام عبد المجيد ومحمود علاء ومصطفى الزناري وياسر حمد وإحمد فتوح في خط الوسط هتواجد رؤة وشحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وزياد كمان ومهابي ياسر ومتيابة ومحمود عبدالرازش كبالة ومصطفى الشارب وفلجوم أوباما وسامسون أكينيولا وسيف الجزيري دي قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني الإصابات محمود حمدي الوينش محمد عبدالشاف وإبراهيم النضاي وغيابات للراحة أحمد مصطفى عزيزو وعمر جابر وناصر منسي ونبيل عماد دونجا وحمزة المسلوسي وغياب لعدم القيدة الأفريقية عبدالله سعيد وناصر ماهر وسيف جافر بالمناسبة النهاردة محمد عبدالشافي أجرع عملية الرباط الصليبي بنجاح الحمد لله وإن شاء الله بإذن الله يكون في أفضل حال الأيام القادمة إن شاء الله ومن أهم اللعيبة اللي جات في تاريخ نادي الزمالك بكل تأكيد دي حكاية حكاية أخرى تخص أيضا نادي الزمالك وبعض الوسطاء عرضوا على نادي الزمالك التعاقد مع محمد إبراهيم بنهاية الموسم مجانا بعد نهاية عقده مع سراميكا كليوباترا وإبراهيم عنده رغبة بالفعل فيه العودة لنادي الزمالك لكن الأمر كوبلة بالرفض من جانب مسؤولي نادي الزمالك بسبب تواجد أكتر من لاعب في مركز محمد إبراهيم هذه الحكاية محمد إبراهيم بيحب الزمالك جدا قيمته كبيرة جدا لعيد مهم جدا بس هو فنيا محمد إبراهيم مركزه في الزمالك كتير قوي إلا لو الزمالك استغنى عن بعض العبن في نهاية الموسم بس مبدئيا دلوقتي صعب محمد إبراهيم هو موجود في الزمالك سامسون أكينيولا كل ما بيجي يلعب مع الزمالك في الفترات الأخيرة يقدم لمحة حلوة المباراة الأخيرة برضو كويس جزء يشارك فيه كويس شكرا جوزي جوميز رافض فكرة أنه يتم بيع سامسون أكينيولا على الأقل في الوقت الحالي الحين ما يشوفه أكتر هو شايفه أنه فنان جيد عنده بعض المشاكل البدنية عنده بعض المشاكل في الوزن الزايد فالأمور دي هو جوزي جوميز قال أنها ينفع تتحل لكن فنان هو شايفه مهاجم كويس بصراحة أنتفق معاه مش شايفه سيء مش شايفه عظيم بس شايفه مش أقل كتير من اللي موجودين في الزمالك في الوقت الحالي تصور يعني ترجمة نانسي قنقر